من جهتها قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان أن أبذيان صبري أن وفد الأقليم قطع شوطا مهما في المباحثات بشأن الموازنة والنفط والمنافذ الحدودية وأوضحت صبري أنه هناك لجانا فرعية تتواصل مع الحكومة بشأن المنافذ الحدودية والنفط والموازنة وتعمل على الوصول لرؤية مشتركة لحل الخلافات بين الأقليم وبغداد وأعربت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق يمكن تطبيقه بشأن الموازنة وحصة الكرد فيها مرجحة حصول الإقليم على نسبة تتراوح بين 14% و15% على أن تبقى تلك النسبة مرهونة بكمية النفط التي تطالب بها الحكومة الاتحادية الإقليم وتسلم إلى شركة سومو